أربعة أشهر كانت ثمرتها إنهاء ملف الواقع الخدمي الذي طالما عانت منه منطقة شاكر العاني مراسلنا حيدر صيف واكبة المرحلة النهائية لعملية تطوير هذه المنطقة وأعد لنا هذا التقرير بعد جهود أربعة أشهر مستمرة من العمل أعلن جهد الخدمي انتهاء أعمال التطوير وتأهيل البنى التحتية في منطقة شاكر العاني والتي كانت تفتقر لأبسط الخدمات حتى مياه الشرب أكيد يعني هو الهدف خدمة الناس خدمة المواطنين هذول هم حق علينا هذول رفدونا بأولادهم بأموالهم أيام الحظ والإرهاب بعدين هم مواطنين لحق هذا أبسط أنواع الحقوق يكتسبها المواطنين عنده شارع وعنده كهرباء وعنده يعني متطلبات الحياة الاعتيادية إن شاء الله عندنا مزيد بالـ 23 وراح نفاجئ الإعلام بإنجازات جديدة إن شاء الله طبعا حديدونا الفريق الجهد الخدمين حديدونا المناطق الغير مخدومة منذ عشرين عام اللي هي منطقة شاكر العاني ودوانم الشعلة وحيي الكوفة السبع قصور الحميدية كوفة واحد وكوفة اثنين طبعا عدنا باقي هواي مناطق اللي اليوم لله الحمد إحنا ننزلنا تقريب صالة أربعة تشهر الشاكر العاني بدينا بالشوارع الرئيسية والشاكر العاني الرئيسي وشارع الربيع اللي يربط تقريبا إذا رفحت هذه التجاوزات يربط بسريع الشعلة الأعمال البلدية والخدمية التي ترونها هنا أو في المناطق الأخرى من العاصمة بغداد تشمل أيضا رفع الانقاض ومعالجة العشوائيات والالتفاتة اللاحياء والمناطق من جس الطاب الزراعية كونها الأكثر ضررا بسبب عدم شمولها بالخدمات حقيقة موجب القانون لا يسمح لنا بصرف أموان على هذه المناطق كونها بتصميم الأساسية الزراعية ولكن بقرار جريء من سيد رئيس الوزراء شكل فريق خدمي حكومي هندسي ليعطاء هذه المناطق الزراعية حقها والناس حقها في الخدمات الخدمات قامت دارتنا بعمل شبكات مجاري في منطقة شاكر العاني وماء ورصف الأرصف بالامقرناص والأزقة الضيقة بالامقرناص والشوارع الرئيسية بالتبليط بطبقتين اللي هي أساسية وسطحية نسبة لباقي الأعمال هو عمل بسيط ومن أبسط حقوق المواطن ولكن نحن نشكر سيادة رئيس الوزراء والجهود المبذولة من الحجد الشعبي البطل وأمانة بغداد وكافة الجهود التي بذلت في هذا المشروع ويسهم الجهد الخدمي الذي أسسه رئيس الوزراء وبجميع الجهات العاملة فيه على تقديم الخدمات بعيدا عن البيروقراطية والروتين وسطوة الفساد كما في السنوات الماضية على ملف عقود المشاريع التي لم ينفذ أغلبها ما أدى لتردي الواقع الخدمية بعد سنوات من المعاناة اكتملت عمليات التأهيل والتطوير في منطقة شاكر العاني ضمن جهود فريق الجهد الخدمي والهندسي والذي يستمر في مناطق أخرى من بغداد حيدلن صيف قناة الرابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر